اسم الدرس الحواس وأعضاء الحس الجزء الثاني أطبق أنقل الجدول التالي وأواصل تعميره عضو الحس العين الأنف المنبه الضوء المواد القابلة للتبخر مواد مالحة حلوة مرة أجسام تلاميس الجلد الوظيفة ضرورية للسمع ضروري لللمس والإحساس بالحرارة والبرودة عضو الحس العين المنبه الضوء الوظيفة الرؤية عضو الحس الأذن المنبه الصوت الوظيفة ضرورية للسمع عضو الحس الأنف المنبه المواد القابلة للتبخر الوظيفة ضرورية للشم عضو الحس اللسان المنبه مواد مالحة حلوة مرة الوظيفة ضروري لتذوق الأشياء ومعرفة مطعمها عضو الحس اليد المنبه أجسام تلامس الجلد الوظيفة ضروري لللمس والإحساس بالحرارة والبرودة دخلت فاطمة إلى المطبخ لتصنع الكعكة فوضعت الملح عيوضاً عن السكر لماذا؟ حصل هذا الخطأ بسبب تشابه المادتين وصعوبة التمييز بينهما فكلهما يتميز باللون الأبيض وانعدام الرائحة كيف تفطنت إلى الخطأ الذي ارتكبته؟ تفطنت فاطمة إلى الخطأ الذي ارتكبته بعد تذوقها للكعكة وهي ناضجة أخرج لسانك ثم انظر إليه في المرأة وارسمه وعين عليه مواضع الذوق المختلفة استعن بمعلمك أو بموسوعتك العلمية تختلف مواطن الذوق حسب طبيعة الأشياء التي نتذوقها كالمالح والحلو وإليكم الصورة التي تبين لنا هذه المواقع على اللسان فلكل مطعم مكان مر مالح حامض حلو سكري ستة أعلم تستعمل أعضاء الحس للاتصال بالعالم الخارجي لا يعيش شخص ما حوله أثناء النوم العميق نظرا إلى توقف الإحساس الشعورية سبعة تعلمت أتأمل المشهد وأستعين به لكتابة ما تعلمت أثناء الدرس بالعودة إلى المعطيات التالية الأذن عضون حسي يلتقط الأصوات العين عضون حسي له دور هام في الإبصار الأنف عضون حسي تنبهه مواد متبخرة يتمتع الإنسان عادة بخمس حواس منع الله سبحانه وتعالى علينا وهي وسائل الإدراك التي تساعدنا على التعرف على الأشياء وتصنيفها لإدراك أهميتها وهي الأذن عضون حسي يلتقط الأصوات العين عضون حسي له دور هام في الإبصار الأنف عضون حسي تنبهه مواد متبخرة اليد لللمس والإحساس بالحرارة والبرودة ثمانية أقيم مكتسباتي تذوقت الأم قليلا من الحليب قبل أن تسخنه لراضيعها لماذا؟ ثم وضعت على يدها قطرات منه قبل أن تعطيه إياه لماذا؟ تذوقت الأم قليلا من الحليب قبل أن تسخنه لراضيعها للتأكد من سلامة صلاحيته وسبب وضعها قطرات على يدها قبل أن تعطيه إياه هو لمعرفة درجة حرارته لسلامة رضيعها وعدم تعريضه للحرق تسعة أسئلة للتوسع يقال أحيانا فلان له حسة سادسة ماذا تعرف عنها؟ الحسة السادسة عبارة عن الإدراك خريج الحواس أي زيادة عن الحواس الخمس الطبيعية استبصار الهاجس والحدس فهي مرادفا للقدرة العالية على الإحساس وإدراك الأمور أذكر نقاط تشابه بين العين وألة التصوير الفوتوغرافي تعمل العين البشرية عمل آلة التصوير أو الكاميرا حيث تستقبل القرانية الضوء تحدد كمية الضوء الذي يدخل العين عن طريق البؤبؤ حيث تتسع فتحته في الظلام وتضيق في وجود الضوء وتتحكم العضلات الموجودة على طرفي العدسة بهذه الحركة بعد نفاذ الضوء إلى العدسة تقوم بدورها بعكس الصورة على القرانية والتي تعمل كفلم الكاميرا حيث تحول الصورة إلى إشارات يتم إرسالها عبر العصب البصري إلى الدماغ وإليكم هذا الرسم التفسيري لمزيد الفهم هل تسمع كل الأصوات؟ هل تستطيع قراءة نص تقربه كثيراً من عينيك؟ لا، لا يمكن سماع كل الأصوات لأن الله عز وجل خص الإنسان بنسبة معينة للسمع وهناك الكثير من الأصوات التي لا نستطيع سماعها في حين تتمتع بعض المخلوقات كالخففيش بحاسة سماع قوية ترجمة نانسي قنقر